أعلن حزب الله اللبناني قصف قاعدة رامات ديفيد الجوية الإسرائيلية الواقعة جنوب شرق مدينة حيفا بوابل من الصواريخ من طراز فادي واحد كما أعلن الحزب بالتزامن استهدف دبابة مركابة خلال تقدمها عند أطراف بلدة حدودية في جنوب لبنان بصاروخ موجه وأصابوها إصابة مباشرة ما بين اشتباكات بين حزب الله والقوات الإسرائيلية على الحدود وغارات لا تهدأ على الضاحية الينوبية لبيروت يعيش لبنان يومياته على وقع تصاعد قد يحولها إلى غزة ثانية لكن تطورين لافتين برزا على الجبهة المشتعلة أولهما استهداف شمال لبنان للمرة الأولى منذ التصعيد بغارة محددة الأهداف أسفرت عن مقتل القيادي في حماس عيد عطلة وأسرته في مخيم البداوي أما التطور الآخر فهو استهداف المستشفيات الذي بدأ بمستشفى صلاح غندور في قرية بنت جبيل بالجنوب وهو الأمر الذي يعيد إلى الأذهان سيناريوهات مشابهة في غزة المستشفى أعلن إصابة أفراد من طاقمه معظم إصاباتهم خطيرة هذا تطور دفع أربعة مستشفيات أخرى على الأقل إلى تعليق خدماتها على وقع غارات إسرائيلية كثيفة في محيطها وفي الخلفية تستمر دوائر النزوح اللبناني في الاتساع مع كل تحذير بالإخلاء للمدنيين وقدرت الحكومة اللبنانية عدد النازحية بنحو مليون ومئتي ألف يفترش عدد كبير منهم الشوارع في مناطق عدة من بيروت ولا تزال إسرائيل تستكمل حصارها على حزب الله برا وبحرا وجوا فبعد الحظر الذي فرضته على الطائرات المدنية الإيرانية والعراقية ومنعها من الهبوط في مطار رفيق الحرير الدولي ببيروت على خلفية اتهامها بنقل أسلحة أقدمت على إغلاق معبر المصنع الذي يمثل الشريان البرية الحيوي ويربط البقاع اللبنانية بريف دمشق في سوريا وهي عادة لا تمل إسرائيل من انتهاجها في أي مكان تطأه آلتها العسكرية ومنذ بداية العمليات البرية في الجنوب اللبناني ضربت إسرائيل أكثر من ألفين موقع وقتلت مئتين وخمسين من عناصر حزب الله واحد وعشون منهم من صفوف القيادات بحسب بيانات إسرائيلية ترجمة نانسي قنقر